موسيقى السلام عليكم اهلا بكم في درس جديد من دروس كتاب Get Smart 1 للصف الاول ان شاء الله معنا الدرس الاخير في الوحدة التسعة كتاب الطالب page 92 صفحة 92 حروف الجرد التي تعلمناها في الوحدة علشان احدد بها اماكن الاشياء او اين توجد الاشياء الولد بسأل لما احب اسأل عن مكان شيء استخدم ولو كان الشيء مفرد يعني حاجة واحدة استخدم الفعل اس اين قبعتي اين قبعتي يلا ندور عليه مع بعض اين قبعته اين قبعته مكان افين بالنسبة الكرسي على الكرسي اين قبعه اين قبعه اين قبعه اين قبعه مكان الشيء فين بالنسبة للسرير اين قبعه اينię قبعه من الدورة اين قبعه مكانهم فين بالنسبة للسرير مكانهم فين بالنسبة للسرير على الطولة داخل الدولاب مكتب النشاط صفحة 80 معنا الأربع غرف اللي تعلمناهم في الوحدة حاول تجواب بنفسك في البداية في المطبخ داخل الدولاب أين يوجد بيكي؟ هذه الفتاة هي في المطبخ في غرفة النوم ثلاثة أين يوجد كيلي؟ هذه الفتاة هي في المطبخ أين يوجد مات؟ هذا الرجل أو هذا الرجل هو في المطبخ اكتب النوع انظر ونصر انظر إلى المطبخ ونصر بإمكانك المطبخ هتستخدم صفحة ملكية المناسبة وزينا تعلمنا خاصة بالولد وهير خاصة بالبنت خاصة بالبنت بتكلم عن الولد لذلك استخدم مين عيونها السودة؟ طبعا شرط ده خاص بالولد لذلك استخدم صفحة ملكية لذلك استخدم صفحة ملكية لذلك استخدم صفحة ملكية لأنها خاصة بالبنت لذلك استخدم صفحة ملكية لذلك كان درس النهاردة شوفكم إن شاء الله في الوحدة الأخيرة في الكتاب موديول 10 أتمنى أن أعرف في التعليقات رأيكم في الدرس لا تحديد أنا في الوحدة كلها شكرا لذلك شكرا لذلك شكرا لذلك